بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الطائر الزكي وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فنحن اليوم في مبحث جديد من المباحث الهامة التي تتعلق في المجال الدعوي وهو ما سمي في المرحلة الأخيرة بتجديد الخطاب الديني يعني كثير هم الذين تكلموا في هذا هذا العنوان تجديد الخطاب الديني كيف نخاطب الناس اليوم كيف الخطباء والعلماء يخاطبون الناس ما هو المنهج وما هي الطريقة وما هو الأسلوب وهل يختلف الخطاب اليوم عن الخطاب بالأمس فهذه أسئلة كثيرة جدا وطبعا كل إنسان له اتجاه معين يتكلم من من وجهه من وجهه هو ومن اتجاهه هو فنحن نتكلم بما نراه أيضا ولكن والله أعلم يعني فيما سأتأكلم به اليوم يعني هو أمر يخرج من الواقع وينطلق من الواقع فطبعا الله سبحانه وتعالى قال وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بلسان قومه ليبين لهم فاللسان هنا ليس معناه اللغة اللغة العادية العربية الإنجليزية حتما وإلا كانت الآية في معناها تحصيل حاصل يعني أرسلنا للعرب عربي ولبني إسرائيل عبري وللفرنسيين فرنسي وللصينيين صيني أشيء طبيعي لنبي يعد يترجمو ترجمو له ويفهموا عليه وما يفهموا عليه وين مترجم وراح لم ترجم ومتأخر لم ترجم شيء طبيعي إذا الآية ليس معناها اللسان هنا معناه اللسان اللغة ولكن كأن المراد بها أعمق من ذلك وهو اللغة اللغة التي يفهمها الناس لغة العقل أو لغة العاطفة أو لغة مثلا الفطرة أو لغة العلم لأن الناس في أماكن مختلفة وفي أزمنة مختلفة وفي درجات ثقافية مختلفة ودرجات علمية مختلفة وطبقات عقلية مختلفة وحتى الفطرة كما سنتحدث عنه بعد قليل فإذا الخطاب هنا كيف سنخاطب الناس يعني هل نخاطب مثلا المسلم المؤمن التقي الورع الخاشع كما نخاطب ضعيف الإيمان هل نخاطب الكافر الجاحد كما نخاطب الكافر الجاهل هناك كافر جاحد هناك كافر جاهل يعني علمه خطأ هل نخاطب من يعلم الإسلام كما نخاطب من لا يعلم شيئا عن الإسلام هل نخاطب المثقف المتعلم متخرج من الجامعة كما نخاطب العام هل نخاطب مثلا إنسان يعيش في أوروبا مسلم وملتزم لكن يعيش في أوروبا وتأثر مثلا بالثقافة الأوروبية تأثر بكذا هل نخاطبه كما نخاطب المسلم في بلده الإسلامي طبعا هذا حتما الجواب أن الخطاب يجب أن يختلف اليوم ما يجمع الناس جميعا هي حقيقة في الحقيقة في إسلام واحد الإسلام واحد في عقائده والشريعة كله واحد يعني ما في مشكلة بالإسلام المشكلة حقيقة بعرض الإسلام حقيقة المشكلة بفهم الإسلام المشكلة بتوصيل الإسلام إلى إلى الطرف الآخر هي المشكلة هنا ونحن نعيش في هذه الأزمة نحن اليوم بالذات نعيش في هذه الأزمة أكثر من ما عاشه من قبلنا من قبلنا كانت الحياة بسيطة كانت الناس أغلبة على الفطرة مسلمين وغير مسلمين أوروبيين شرقيين وغربيين كلهم كانوا تقريبا على الفطرة وكانت الناس بسيطة وكانت الزخيرة العلمية محدودة ومتقاربة متقاربة بين مجتمع ومجتمع بين أمة وأمة اليوم هذا الأمر اختلف كثيرا وكثيرا جدا فالأفهام توسعت الحرب على الإسلام لتشويه معنى الإسلام هذا أمر خطير جدا وبيدخل هذا في الخطاب الحرب على الإسلام أيضا عنيفة جدا الحرب الفكرية والثقافية والعلمية كل هذه مجتمع هذه الأمور ألزمت الداعي إلى الله اليوم أن يحزر جدا من كل كلمة يتكلم بها وأن يكون دقيقا في اختيار الكلمات واختيار المنهج والأسلوب وأن يكون دقيقا أيضا في أو يعني عميقا في معرفة الطرف الآخر الذي يوجه إليه الخطاب فأنت لما تخاطب جماعة بالشام بمصر بليبيا بالعراق يعني بلد إسلامي وعايشين الجو الإسلامي ممكن إذا تكلمت بخطاب فطري يفهموا عليك ممكن إذا تكلمت بخطاب عاطفي يفهموا عليك ويتأثروا ويتحركوا ويشتغلوا ممكن لكن حتما حتما هؤلاء إذا انتقلوا إلى أوروبا وعاشوا بأوروبا الخطاب لهم أنفسهم سيتغير ولا يجب أن يتغير لماذا؟ لأنهم تغيروا كل شيء تغير فيهم المشككون اليوم كسر اللي عم يشككوا بعقائد الإسلام كسر الأساليب التشكيكية كثيرة حتى اليوم المسلمون يعيشون في أزمة تشكيك كل شيء شك شك يعني صاروا الناس يعني الفلتة الحداثية مو نهضة ما بسمية نهضة الفلتة الحداثية أثرت كثيرا على المعتقدات وعلى اليقينيات وعلى الفطريات حتى صار ما كان فطرة ما عد صار فطرة ما كان إحساسا شعوريا داخليا جماعيا ما عد صار جماعيا القيم السابتة ما عد صارت سابتة كله تغير غيروا الأفكار شككوا الناس بأبسط الأمور فصار في ضياع صار في ضياع فكيف الخطيب أو العالم أو الداعي إلى الله كيف يوصل المعنى الذي يريده إلى هؤلاء اليوم نحن في القاسم المشترق بين كل الناس حتى ضمن المجالات أو ضمن المجتمعات الإسلامية حتى ضمن المجتمعات الإسلامية الضيقة اليوم بما أنه النات انتشر بما أنه كل إنسان صار معهم كان بقرية أو بالصحراء أو برأس الجبال أو في السفينة في البحر معه هذا الجهاز الذكي وعم يدخل ويقرأ على وسائل التواصل آراء مختلفة وأفكار مختلفة وطبعا قوة النشر وقوة الوصول للناس دائما بيد من بيد غير الصالحين هيك نسميهم هن اللي عندهم قوة النشر هن اللي كلام يصل إلى كل موبايل هن اللي بيعملوا ترويج هن اللي بيتروجوا بدون ترويج كلام ومنشوراتهم بدون ترويج لأنه غريب تعرف الناس دائما تتبع الغريب وتريد الغريب فلذلك الذي يجمع اليوم الناس كلها في أمر يجب أن نحافظ عليه ويكون خطابنا على هذا النهج وهو الخطاب العقلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر